اشتركوا في القناة 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 عند النحافة والاحتسي دلي تكون عند النحافة فالردعة تقول عند النحافة فهذه كما قلنا عندها علاقة بالوراة عندها علاقة بالتركيبة ديال الجسم دياله نعم والبنة تلفع مرات 18 لسنة فكنقول لها الأخت ديالنا والبنيتة ديالنا كنقول لها ما تعطيها والو لأن نصح تعمل زيانا و 18 لسنة كيخصها يعني تستمر في الحياة ديالة العادية لأن منين غادي تبدل الحياة جاية مثلا جاية واحد المرحلة آخر إن شاء الله ديال الزواج وجاية مرحلة ديال الولادة فالعاديد من الشابات اللي كان في عمرهم هذا السين هذا بعد الزواج وبعد الولادة كتزاد في الوزن ديالهم وفاش كتدير ليف خويسك يعني فاش كتستعمل الفواكه الجافة والخلطة ديالفواكه الجافة وجاها كيعمر بلاك ني شنو تدير كتسترح علينا السؤال نعم فلقصة تعرف الأصل من الحبوب علش كيخرج الحبوب ولا هاد هاد الحبوب علش هاد الإفرازات الدهنية اللي عندها في البشرة ديال علش فهنا كمسحة تشوف طبيب ديال الجلد باش يشوف هاد السبب هادا لأنه يقدر يكون السبب ماشي للفواكه الجافة ولكن تقدر تكون تعفونات لعندها عن المستوى ديال المسام دياله نعم عندنا السؤال ديال إحسان غادي نرجع قبيلتك لمنها لابومزوي واش تهوكي اديل هاد النحافة إحسان كتقول لنا عندها الجرتومة ديال معيدة وضعيفة بزف بغاتتش يوصفها وكتسوه واش كين يعني علاقة أو ايضاد لجرتومة كتأدي لنحافة الجرتومة كتأدي النحافة أكيد كتأدي النحافة لأن الجرتومة كتأدي لنا ديالك الغيشاء الواقع اللي كيكون عن المستوى جيل المعدة ديالنا وكتغدى عليه وكتغدى حية على المواد اللي كتتحط في المعدة ديالنا وخاصة تركز ها بزف على المواد الحمضية والمواد اللي فيها الحلاوة إذن الجوش ديال المواد هي باش كتعيش وباش كتكاتر فالجورتومة أكيد غادي تأثر لنا لأنها ما كتنقص لنا من الامتيصاص ديال المواد المفيدة اللي كتكون في الدس ديالنا أو اللي كتدخل للدس ديالنا النصيحة اللي غادي نصحو الأخص ديالنا تستعمل المضادات الحيوية اللي اعطاها الطبيب يعني هنا ضروري الدواء ضروري العلاج كتستعمل العلاج المساعدة بالنسبة لها والجميع الأخوات اللي عندهم مشكل ديال الجورتومة في الماعيدة غادي نمشيوا نستعملوا واحد سيليكون طبيعي سيليكون طبيعي اللي فين كنلقاوه كنلقاوه في الخروب كنلقاوه في النبق فغلن ناخدو معلقة كبيرة ديال الخروب مطحون معلقة كبيرة ديال النبق مطحون غتغربلو هاد الخارط هذا في الغرباء الرقيق ذاك ديال الحنة أرق غرباء اللي عندكم في الدار من بعد كنناخدو معلقة صغيرة من هاد الخارط هذا وكنخلطوها في نصف كاس صغير دي الماء المغلق حتى كتطلق كنصفيوها وكنشربوها نصف ساعة بعد الفطور كندومو عليها مدة دي الشهر سابح كتسولنا على الابنة ديالها هاد المرة اللي في العمر ديالها 6 سنين ضعيفة بزف شهية ما عندهاش كتطلب مننا وصفة للمساعدة ابنية عندها 6 سنين فالمساعدة غنساعدوها بمادة طبيعية بسيطة خفيفة غدت تعطيها نصف مع القاس صغيرة دي البابونج حاجة غدت نصح بها قاع الأطفال اللي عندهم مشكلة شهية مقفولة نعم ابتداء من 6 سنوات نعم إذا نسمع القاس صغيرة دي الباب أو عفوا كوتر قاتلينا كتعاني من النحافة المفرطة وكتشرب هادك الدواد الغودة الدراقية نعم إذا عندها دغودة الدراقية لكيتسالاب تيغوكس نعرفت اللي هي المادة الأساسية في الدوا ما شي مشكل تبع الدواد ديالها تاخدوه في الوقت دياله وأنا ما زل كنقول إذا كيكون المشكل ديال الغودة الدراقية هاد النحافة كيكون عندها علاقة بالهورمونات إذن هنا كنصحة بالتغذية السليمة نعم تشرب الماء تاكل الخضرات تاكل السلاطات وتحاول تحرك شوي لعند الوقت دير واحد الحركية وتستمر يعني في حياة نعم دكتور عماد ميزة بتيقول لكتير خاطرة ما تستعملوهاش باش تزيدوا في الوزن في المقابل غادي نهضروه على عشبة أو على مادة طبيعية أخرى اللي هي الكوكا وغادي نعرفو كيفاش نستعملوه وفوقاش نستعملوه وكيفاش فين كينا المنفعة ديالو مستمعتنا كنرحب بكم باش تقولوا لينا تنتم شنو هي الوصفة اللي جربتوا لقيتوها مثلا على الانترنت أو سمعتوها أو شي واحد قالها لكم قولوا لنا شنو هي هاد الوصفات اللي كتروج الآن باش البنت تقدر تزيد في الوزن باش نستاشروا مع دكتور عماد ونعرفوه واش هاد الوصفات فيها فعلا منفعة أو بالعكس هي فيها مضرة أميرة كتسولنا دكتور عماد وكتستاشر معك هي من مدينة صويرة سلمة بغا تجرب واحد الوصفة وبغا تشاور معك هاد الوصفة فيها السلمية عرق سوس حب رشاد زريعة البسباس وكينا وصفة واحدة آخرى اللي فيها حبة حلاوة والنافع معلقة منهم وكي يداروه في المسخون وكتمنى أنه نجاوبوها نعم فبنسبل الوصفة ديال السلمية وعرق سوس وحب رشاد وزريعة البسباس فغادي نحيدو حب رشاد والسلمية غادي ناخدو نص مع القاس غالا ديال السلمية عرق سوس غا ناخدو حتى ومنه نص مع القاس صغيرة ما نكتروش منه لأنه كي طلع التنسيون وزريعة البسباس غا ناخدو منها مع القاس صغيرة ولكن هاد الوصفة الناس اللي عندهم تضغط مرتفع ما ياخدوهاش نعود المقادير نص مع القاس صغيرة ديال السلمية نص مع القاس صغيرة ديال عرق سوس مطحون ومع القاس صغيرة ديال زريعة البسباس غادي تزيد عليهم كس صغير ديال الماء المغلة حتي يطلق وتشربه كل الليلة والدوم عليه فهو غادي يعاونك إن شاء الله لش هات الوصفة؟ فهذا الوصفة غادي تفتح الشهية لأن السلمية في البورنيول لكن الجليسي غيزين عندنا في عرق سوز احتى هي من المواد اللي كتفتح الشهية وعرق سوز تواك يدخلوه في الوصفات لزيادة في الشهية وزريعة البسباس اللي في الانيطول اللي هي النافع البستاني فاحتى هي غادي تتمل المواد اللي كتتعاون على الهضم وكترفع لنا الشهية وكتخلي الإنسان أنه الشهية دياله تفتح فهذه وصفة مزيدة هذي وصفة ما يدروهاش مثلا الأطفال؟ ما يدروهاش الأطفال لقل من ست سنوات وما يدروهاش للناس اللي عندهم الضغط مرتفع لأنها كتطلع التونسيو وعليش قلتيلها تشربها في الليل؟ تشربها في الليل باش تخلي يعني الفعالية ديالها أنه في الليل دائما هي الفترة اللي كنستفدم جميع المواد اللي كتكون في النهار كامل سنعود المقادير ديال هذا المشروب الفاتح للشهية طبيعي نعم ومضمون وآمن 100% نعم فهذه ناخده نصف مع القصغيرة ديال السنمية مطحونة نصف مع القصغيرة ديال عرقصوس مطحون ومع القصغيرة ديال زيت أو عفوا مع القصغيرة ديال زرعت البسبس هذي المكونات كاملين ستزيدوا عليهم كالصغيرة ديال الماء المغلح تيطلق وكتشربوه كلها الليلة وكتدوموا عليه من بعد العشاة الإنسان يمشي اللوم ساعة بعد العشاة أو ساعة ونصفة تكون أحسن نعم طيب قد ناخده معنا خديجة من قلمين معنا مريم من مراكش أهلا بك مريم مريم يا مريم الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا بك معنا تحية الناس من مراكش يا مريم شنو سؤالك واش عندك شي وصفة جربتها باش تزيدي في الوزن كنت تستعمل حلبة لكن ما عبطت نتيجة كيفاش كنت تستعملي الحلبة كنت تشربتها بشكل حلبة كنت تشربتها بشكل حلبة وكنتشربتها بكل صباح شحلت الوقت وانتي كتديريها قريبا تصير من مصفة صريحة وكتشربتها على الريق ايه وكيفاش حسيت براسك من نكس كنت تستعملي هذه الوصفة دي الماء الساخن ماشي مشكل تخذ غير هو كماشتي انها ما عطتك ما عطتك ش ديك الفائدة او ما عطتك ش ديك الشاهية وما عطتك ش ديك النتيجة اللي بغيتي فانا دائما الحلبة كنت جنبها ما كنصحش بيالي ان الحلبة شكتيني غنسولك دكتور عماد الحلبة من المواد الطبيعية اللي منتشرة كتير عندنا في بلادنا نعم وكيستعملوها كتير من الناس وانت ما عزيزة شعليك الحلبة علاش علاش لانا اولا لا تخيقوني الى المادة دي اللي كينا في الحلبة هي مادة مادة حساسة كتأثرنا على الدورة الدموية دينا ايضا اولا كتجري الدورة الدموية بحي طريقة سريعة يعني الدم كيجري بسرعة في الجسم دك الصبيب ديال الدم كيرتافع الصبيب ديال الدم كيرتافع واخا كين ناس اللي عندهم عادي ما ديش يحسوا بوالو ولكن احنا الوصفة اللي كنقوله الوصفة الامينة كيخصل جميع الناس تكون امينة ايه فكين الناس اللي عندهم العريقات كيكونوا خفاف في الدماغ عريقات اللي كيكونوا ما كيكونش عندهم المورونة ديالهم في لدز فيهم مادة الصبيب هذا بوحدة سرعة كبيرة شنو كيوقع دوك العريقات كيتفرقعو في الراس ديالنا وهنا كيمكن يعطينا جالاطات في الدماغ وكيمكن يتصلين على الدماغ ديالنا هذا من جيه من جيه اخرى الاكتار من الحلبة والاستعمال ديال الحلبة شنو كيعطي كيعطينا الترابة في الدقة للقلب ان القلب ما كيبقاش في ذاك لوغيت من دياله او ديك الدقات دياله كيكونوا منتظمين مع الوقت الحلبة الانسان عنده مرض مزمين وكياخد ادوية ديال الامراض المزمينة فبنكن نخلطو هاد الحلبة مع هاد الادوية كترفع لنا المفعول دي لدى الأدوية حتى الخمسة حتى العشرات دي للمرات في بعض الحالات وهنا يهدرنا على الأدوية دي للسكر فالسكر كيفض قل من القياس أو قل من القيمة دي لهم بعشرات دي للمرات إذن هنا كي وقع الإغماء وكيمكن الإنسان يدخل في كومة إلا هدرنا على الناس اللي كيكونوا كي ياخدوها باش ينزلوا الضغط المرتفع فهنا غادي يولي نزل لنا الضغط كتر من القياس عشرات دي للمرات وهنا حتى هنا شخص من الأعطاء في حالة لما جغال م helfen فله هلحة الحلبة هي حساسا ان League responder الحلبة دكيرت في الاستعمال وكانت استعمال عند που عنا فإذن صنعه النبوي ولكن هنا نضروع عنها، نبتة الحلبة نبتة الحلبة هي مخالفة لزريعة الحلبة نحن نزرع هذه الحلبة ولكن نبتدي الحلبة ذلك الوراق هذه الحلبة يكونوا يابسين بحل حنا هذيك هي اللي كتستعمل أكثر في العلاجات الطبيعية ومن هذيك كيستخلصوا العديد من المواد الصيدلية اللي كتستعمل في الدماغ ونسيت الناس اللي كيكون عندهم كي ياخدوا أدوية ديال الكتئاب الناس اللي كيكون عندهم وكي ياخد بعض الأدوية اللي كتكون عندها علاقة بالجهاز العصابي حتى هما ما منوع عليهم لأنها كتبطل المفعول لهذه المواد هذي إذن نحاول نتجنبوها ومن الأحسن أننا كما قلنا نستعملوا مواد أخرى اللي هي آمينة ومواد اللي سأعطينا واحد الفائدة وما سأعطينا أعراض جانبية والحمد لله إحنا بلادنا مليئة بهذه المواد طبيعي جدا الإشكال اللي عندي هو أن فوقش ماك مثلا كنزيس الوزن ماكينزاتش من الدية ومالجلية من تحت يعني من الركبتين من أسفل ومن المرفقين حتى اليدين ماكينزاتش يعني كنتقى كلك وكلك يزاد إلا هذي ما نتقاده صف يعني عندك بحلة غنقوله عدم نسيجام في الكتلة ديالجسم والا هده هو الإشكال اللي عندي يعني شنو بحلة كتزادي غير من الوسط ديالجسم شنو على مستوى الخسر على المستوى الجزء العلوي ديالجسم ديالك الجزء العلوي أكتر دكتور عيمال شنو تقول الخديجة فانسول أخت خديجة واش كتشرب المام زيان صف لكن صف قريبا شي يتروح تريد تروح في النهار في هذه الحالة كي يخصك كتر من جوجه يتروح اليوم لأنه لاش هنا عندك الكولاجين ديال الخلايا ديالك بحلة عكزان شوية ما فيش الحيوية هو لي كيخليها دوك الخلايا أنهم كيبقوا قاسحين شنو يا قاسحين أنه وخاكة تكون زيادة في الوزن دوك الخلايا ما فيهمش المورونة ما فيهمش ديك الليلستيسيتي كيكونوش ديرين بحلستيك أنهم كيتجبدوا باش كيخليو الخلايا الدهنية تفرق على خاطرها ويعني وتأخذ المكان دياله وتعطيك هذاك الحجم اللي بغيتي في الدس ديالك فكيما قلنا نشربوا الماء بزاف كتر من جوجه يترو ديال الماء في اليوم وغادي نصحك نتي وجميع الأخوات اللي عندهم هاد المشكل هاد هنا غادي نستعملوا زيت أما الأكل فانا غادي نعطيها ان شاء الله في الأخير بمادة الكوكاو الزيت لي الدهن يلا غادي ناخدو ثلاثة دين Graz زيت زيتون وغادي ناخدو ورقة ديال سيد نموسى وغادي ناخدو معلقة كبيرة ديال لعظام ديال الموم إذا الليمن موجود هات الناخدو معلقة كبيرة ديال المهم ناخدو معلقة كبيرة ديال الليمون غا نشوفوهم يكونوا ناشفيين مغصولين وناخدو معلقة كبيرة ديالهم هاد الخالط هادا كامل هادا تحتوه فوق العافية هسا تطلع الغاليا الليولا نياه وغادي تدちょيود ليلى كاملة باش نستفدو من هاد المكونات كاملة من بعد نصفيوه وهذا كنحصلوه على ما يسمى بلافيتويلستين هذا العبارة على واحد المادة طبيعية كتعطينا المورونة الكولاجين وكتعطينا المورونة الخلايا ديال الجسم ديالنا كيفاش غنستعملوها هذه الوصفة غديندهنوها كم مصاج في الاماكين اللي بغينا نزيدو فيها شوية منها ما كنكتروش وكنديرو مصاج وكنخليوها ساعة من بعد كنناخدو واحد القطن وكنمسحوها بلا ما كنغصلوها العملية غديروها نهاري ونهار الله وتبقوا دائما مدومين عليها فابتداء من الشهر الأول كتولي كتبان النتيجة هذه ممكن تدار على الوجه؟ تدار في الاماكن يعني في الجسم ماشي في الوجه؟ في الوجه كان مصح بزيت بودور العين يعني في الصيقان أو في الدرعاء على حسب المنطقة اللي بغت السيدات عادلها ويكون هذا الانسجام أو توازن في الجسم هذه تبقى ساعة فقط ومن بعد تمسح بالفوتا بغت نعودو معاك هاد الوصفة الله يجازك بخير دكتور عيمات إذا العظام دالليمون أنا سجلت اليوم ما نخليهو ما يمشيوش لا ما خسنا نستفدو منه جمعون العظام دالليمون مع ولداتكم خسوم يتيبسو يتيبسو يتغسلو ويبسو مغير ينشوفو باش نستفدو منهم نعم إذا غاد ناخدو تلسط المعالق كبار ديل زيت الزيتون ورقة ديل سيدنا موسى ومعالقة كبيرة ديل العظام ديل الليمون معالقة كبيرة نعبرو هذه العظام دالليمون وهذا الخالط دا كم نحطو فوق العافية طلع الغالية اللولى باش كنصرعوا عملية يعني ديك اللاما سيغاسيون كنصرعوها هو دك النقيح قال لك الديري الحلبة والبيض البلدي صفر دي البيض البلدي والديري تخلطي هكذا الحلبة منتقوقة يعني حسب صفر دي البيض مثلا دي ربعة خمسة والديري تاخدها قال لك مغالقة مع الصباح بموها يعني دافية شوية شربيها على الريق شربيها على الريق يعني تبداي بمعلقة دي الخالط فهذه الوصفة بعد الناس اللي عندهم مشكلة دي الكوليستيرول والناس اللي عندهم مشكلة دي الدغط لاخدوا هذه الوصفة هذي فغتأثر عليهم حتى تأثير صعيب علاش لأنها غادي تطلع يعني من نسبة الكوليستيرول في الدم خاصة كنشوفوها التركيبة كيباش ديرها كننخدو فيها صغيص صفر دي البيض وخننخدوها صفر واحد ونخلطوه مع الحلبة فنتذكروا شنو قلت في الأول دي الحلقة أن الحلبة كترفع لنا المفعول دي المكونات اللي كتكون فيها نعم إذن هذي الوصفة خطيرة نتجنبوها ونحاولوا أننا ما نستعملوها باش نحافظوا على صحتنا إذن برافو عليك فاتيمة لأنها تتصلت بنا نعم كان شكرا وبدكتور عماد على أصوات باش تستشار قبل ما تستعمل هذي الوصفة هذي الوصفة بعدي عليها بالنسبة لبنتها وصفة المساعدة اللي غا تساعدها على طول دلقامة كنعرفو كينين وليدات اللي ما كيطوالوش بزاف وكيكون هنا العامل اللي ويراتيتها هو داخل شنو الوصفة اللي غادي تنصحابها وعندك واحد الزيت اللي كنتي أول من تكلم عليها نعم دكتور عماد فغادي ناخدو زيت شجرة الأرز اللي أستاذ غدول أطلس يعني شجرة الأرز اللي الجودة ديالها عالية عالميا خاصة الأرز المغربي فغادي ناخدو مع القة صغيرة دي زيت الأرز كنناخدوه نص ساعة بعد الفطور نعم ونص ساعة بعد العشاء بالنسبة لوليدات من 6 سنين حتى ل13 العام الوليدات من 13 العام حتى ل16 فغادي نعطيوهم مع القة صغيرة في الصباح في الغداء وفي الليل نص ساعة بعد الأكل غير هي زيت الأرز كنجوش ديال الطرق كينا زيت الطبيعي للأرز عادي ما كيكونش الروح يعني كيكون عادي فهذا كنعطيه معلقة صغيرة معلقة صغيرة ما عندناش لقينا الروح الويلة السنسيال ديو سيد غدولات لاس الروح اللي كتكون فقريعات صغيرة انو كتكون نقيطات ديالة بحل شكل ما فهدي غدين ديروا عشرها ديان نقيطات في معلقة كبيرة دي زيت الزيتون نخلطوها وهي اللي غنستعملوها كزيت للأرز اذا الزيت الاساسية للأرز الشجرة الأرز مشي الروز كتستعمل مع الزيت زيتون زيت العود باش كتتخلط فيها وكتنفع ديالها نعم كي طبعا كنتستفدوا منه كمرفعوها علش لنا همني كيكونوا عنا زيوت اساسية فكتكون مركزة وخاطرة الزيوت الاساسية معمركم تستعملوها على البشرة بشكل مباشر ومعمركم تمشي وتاكلوها بشكل مباشر علش دكتور لأنها كتحرق كتك يمكن تعطينا حروقات من الدرجة الثالثة مشي تم الدرجة الثانية لأنها مركزة وفيها أحمد فيها تركيزات لي باكت صراحة عندي بومزوي وما نكتبش عليك يعني في واحد الحالة لا يرسع لها صراحة أنا في طول ديالي مترو 68 وكانو زيو 47 كيلو يعني ضعيفة من ديما من ديما انت هكذا ولا عاد هادشي صراحة أنا أتجواج لها الجيهة أنا أتجواج لها الجيهة يعني ما أول مكشي الجواج مالك أوم فاطمة الزهران إن شاء الله ما يكون عندك بس واشنو يك ما كتتك الكي بنت لي افسية العanesة لا اتقرف اكتش من البيض اكل جانب يعني ما لدينا بحما المعداد يعني قاطع اضربتي فيا يعني لقد اثناء. عمرك امشي تي عند شي اختصاصي. نشي دول سيقولي عندك بهم زوية تخرجيات دواتنا. ايه. تقولي حموضات المعيدة. حموضات المعيدة. وكتب عيشوية الحيمية ديالك اللي خاصةك. تحاولي ما تاكل شي ذاك شي لغا يضرك. ما انت انا كل شي حزولي كدرني السنحة ما كان احنا نعطي في أربيا ما دمشي حزولي. أخي ما اقولي النعاس نعاس كتنعسهم زيان. ساعدين نعاس ديالك كافية. نعطي عندك اترابات في النوم. انه هي للبعض كيت نتخل ياداك شفوا من قلب ديالي ما تنقبش من عاس يعني اخ سنين وان بغير شكاة. واخ انا غادي انهانك ان شاء الله. غادي امتي وجميع الاخوات اللي كي سمعوا لينا وعندو ماد المشكلة دي البومزوي. لي عندو علاقة كبيرة مع اه مع التوتر العصبي وعندو علاقة كبيرة مع الحالة النفسية ديالنا. اذن غادي تاخدي مع القاة صغيرة ديالنا عناس صوفي. ده برا لوقيته دياله غادي تلقى يخضر مزيان. هتاخدي مع القاة صغيرة ديال مرد الدوش. وغادي ناخدوه مع القاة صغيرة ديال الباديان مطحون. او الينسون او النافع الارضي يعني عندو او النجمة الارضية فعندو بزاف ديال 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 تسميات. اذن قلنا مع القاة صغيرة ديالنا عناس صوفي مع القاة صغيرة ديال مرد الدوش. ومع القاة صغيرة ديال باديان مطحون. هاد شي كامل غزيدي عليه كاس صغير دي الماء المغلة دين تغلي الماء بزيان تطلق السبولة ديره وتاخدي كاس صغير وتخوي على هاد المكونات كاملة تخليه يطلق عشر دي المقايق وتصفيه وتشربه كل ليلة ما تقطعيهش يعني هذا مشروب تواضب عليه دائما ما تقطعوش نهائيا تيزان دي المساء دي المساء وهادي غادي إنشاء الله من بعد العشاء من بعد تتتتتتتتشى وتسالي وتاخدها أم فاطم زهرا سولتنا على لويزا دكتور عيماد لويزا إذا كترتي منها واش ما كتزيتش ترفع من الحموضات الماعدة النسلي كعني من هاد المشكل لويزا ما ترفعش الحموضات الماعدة غير هو بطريقة دي الاستعمال هي ما نفوتوش خمسة دي الوريقات دي لويزا في كالصغير دي الماء المغلة هكا غتكون طريقة آمنة وسليمة باش حتى أي نابة كترناك نعم ندي رأيه والتمر نعم 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 ما حاليه دي الوقت انتي تديري هاد الوصفة دي بالله جي في 15 يوم انتي بغيتي تزيدي في الوزن قالوا لي تزيدي في المؤخرة وليغونج نعم بغيتي تزيدي في هاد المناطق هاد من الجسم لما نصبح الصفح قبل الفطور وعاشقة كبيرة لا قبل الفطور ولا من بعد لا قبل الفطور تنكول على الريق على الريق ايه وهذه لاحط سعطتك شي نتيجة لا ما عطتني كي نتيجة وانتي كيفاش حسيتي براسك ولا بالمعيدة ديالك ما زال شوية المعيدة ديالي شوية تبضرني ولكن نسميته وترجيني شوية بشل دوخة فرات مثل ناكلها مزيان واشتيدة بهذه الأعراض مزيان أنك تصلتي لنو دكتور عماد غادي يشرح لك شنو اللي كيوقع عندك بسبب هذة الوصفة دكتور عماد فضل فنفس السؤال اللي سونا للأخص ديالنا اللي كانت كتتخذ الحلبة فهنا شنو كيوقع كيوقع أن السكار كيهبط واحد القيمة كبيرة السكر كيهبط ليك هو اللي كيعطيك هذة الدخا وحتى الضغط حتى هو كيهبط الطنسيون كيهبط كتر من القياس دياله وهذا هو الغالط وهذا هو واش باش قلت أن الحلبة كيغسنا نتجنبوها لأن العديد من الأخوات اللي كي يعانيوا من المشكل ديال نقص الوزن كيكون عندهم الضغط منخفض العديد الكثير يعني كالقاو أخت على ثلاثة كيكون عندها الضغط منخفض اللي كيكون عندها الوزن ناقص فهنا هذي هي اللي اعطاتك الحلبة اللي اعطاتك هذة الدخا هذه لأنها هبطت لك السكار كتر من القياس دياله وهبطت لك حتى الضغط فهذا علاش قلتنا نتجنبو هذة الوصفات بحال هكا وكنشكرك وكنزيد نشكرك أنتي وجميع الأخوات اللي كيستشرو قبل ما يديروا أي حاجة باش يحفظوا على الصحة اللي هي رهدرت الوصفة هذي أسبوعين واعطتها هذ الأعراض كنشكرها لأنها بتصلت باش تحكي لنا شنو ترى وشنو قع لها بهذ الوصفة إذن أول حاجة هتوقفيها والوصفة اللي غادي تنصحها هيا خليك معانا في الاستماع غادي نهضروا على الكوكا وقال لكين قبل غادي ناخدو أخر مكالمة زهرة معانا من ورزازات أهلا بك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يخليك بغاية من 17 مع الدكتور مرحبا مرحبا بنسبة لي أنا عندي فقر الدم ومؤخرا نخرج لي طبيب واحد الفاني وعندي مشكلة أنا دير بومزوي وعندي نقص في الوزنة فيها 40 تيرو نعم مش حالة دي باش كتتاخدي دوا دي الفقر الدم دي باشي سبعي ايام باش كنا اخطو ها سبعي ايام فشوف هدي لي كل جميل أخوات دوا دي الفقر الدم كيعطي الفعالية ديالو حتى كتفوص ثلث شهور ثلث شهور عاد باش كنمشيو لحقاش للاحظة وصل أطباء منك يعطي دوا دي الفقر الدم كتاكت ثلث شهور كيقول لك اجي باش نعودوا تديري التحاليل ونشوف كيفاش لحالة ديالك غادية لأن هنا كان نقص وكي خسناه واحد لمود ده باش كنبدأ وعو تاني كان عمره هدك الخزين ديال اللافيغيتينة وديك المادة المسؤولة على الحديد في الدم وكان بقاو مدة مدة فسبعي يام هنا مازال ما غاديش تعتك النتيجة ومازال ما غاديبان عندك والوقتي فعالاقل على الاقل كيخصك تاخده واحد شهر ونص باش تباني النتيجة دي لها الدواع وش فقر الدم كي ادي لهذا النحافة اللي كنتكلمو عليها او هاد ضعف الكتير عند المرأة نعم غادي أدي لأن الحديده ولافيغيتينة وهاد المادة الأساسية هي المحرك ديال الطاقة في الدات إلا ما كانش ما كيمكنش الدات تشتغل بطريقة سليمة وكيخصى بزاف ديال الطاقة كتولي كتاخد الطاقة كتر من القياس دياله دكش باش كيكون هاد الضعف هاد إذا زهرة خودي الوصفة اللي اعطا دكتور عيمد السيدة على البومزوي جربيها حتى نتير اعطاها يلا اعطاها لأم فاطمة زهرة وبالنسبة الفقر الدم شنو يا الوصفة اللي غادي تعطينا هاد الصباح دكتور عيمد المساعدة فنعطيه الوصفة اللي اعطيتها اعطت نتيجة مزيانة اللي هي معلقة صغيرة ديال فوام تحونة معلقة كبيرة ديال الكركة دي هاد المكونات كاملين كنزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء كنغليوهم وكنخليهم يعني كنصفوهم وكنناخدو نص كاس صغير من هاد الخالط هادا نصعب على الفطور وكندومو عليه يوميا إذا وصفة دكتور عيمد الفقر الدم فيها الفوة وفيها الكركة دي نعم نعودو الطريقة والمقادير إذا معلقة صغيرة ديال الفوام تحونة معلقة كبيرة ديال الكركة دي كنزيدو عليهم كاس كبير ديال الماء كنغليوه حتى كيغلاء كنخليوه يبرد كنصفوه وكنناخدو نص كاس صغير من هاد الخالط هادا نصعب على الفطور يوميا هاد الوصفو ممكن كل شي ياخدها كل شي ياخدها إلا الحوامل إلا المرأة اللي دبارها حبلة ما تاخدهاش نعم والمرأة اللي حبلة كان نصحوها أنها تجنب الأعشاب نهائيا مادة اليوم دكتور عيمد اللي غانسلطو عليها الضو هي واحد المادة اللي كبرنا بها وكبرت معانا الكوكا وانت خارج من المدرسة كتوقف تاخد واحد درهم ولا جوجد الكوكا والكوكا كيكون مع الفكية في العواشر الكوكا حضر في قوة شنو هي ما نافعه وأكيد وخاصة الكوكا دينا اللي كيكون في المناطق دي الراشيدية اللي كي تزرع كتير ولي عنده جودة عالية فالكوكا شنو ما المزايا دياله فيه الفيتامينات خاصة الفيتامين بي بي وفيه البوتاسيوم فيه الفوسفو فيه الأحمد الدهني الغير مشبع هاد شي كامل شنو كيخلي من الكوكا واحد المادة كنناكلوها كتعطينا فائدة ولكن كتزيدنا في الوزن بطريقة سليمة والكوكا باش نزيدو فيه الوزن أكتر كيخسنا التركيبة اللي هادرنا عليا وهي السكريات بروتينات والدهون إذن كيفاش غاد تكون التركيبة هدي غادي ناخدو ثلاثة دل مع القبار دي الكوكا غادي نطحنوهم أي نوع من الكوكا أي نوع من الكوكا يا البلدي الصغير أو داك الكبير نعم يكون بالقشور يكون من الأحسن نحيدو للقشور إلا كان بالقشور ماشي مشكل ما عندناش ما ما ديش يكون فيها مدرة نطحنوهم زيان هاد ثلاثة دل مع القبار دي الكوكا غادي نزيدو عليهم السكريات شنو هم السكريات غادي نزيدو عليهم إما ثلاثة دل مع القبار دي العسل الحر وخيكون دل العسل الليمون اللي يتوفر عنده في الدار اللي ما توفرش غادي ناخدو ثلاثة دل مع القبار دي الحليب المركز المحلة إذا وحده ايضا في المكونات سوف نضيف الحليب سوف نفعل 3 معاقبار کیون ام للمون أو في 3 معاقبار الحاليب المركز المحل وهذا الخريط ن für المحل زمعل سوف نشرب نصف كس صغير الحليب و هو لما يكون كثير الدسام و manufactured في الوشبة الفطور نبدأوا به الفطور دينا ونستعملوه يوميا وهذا وصفة هادي يكونوا على يقين أن في الشهر اللولاني كتبه النتيجة أن الوزن نحسوا برسنا أن نزيدوا في الوزن إذا الكاوكاو مقلي مع الحليب المحلى المركز أو العسل العسل الحر وكيتخلطوه وكيتشربوه مع الحليب الحليب لأنه فيه البروتينات فيه المواد المغدية فيه الكالسيوم فهذه التركيبة نحن نقصد نديره تركيبة دهون السكر وبروتينات فهذه تركيبة طبيعية رخيصة أمينة وكيمكننا نستعملوها وكيمكننا تكون في أي بيت مغربي كينا زبدة الكاوكاو أو البغ دو كاكاوات اللي منتاشر ومعروف في الولايات المتحدة الأمريكية هماتهم عندهم دي ما كيتستعملوه وكيتباع بكثرة ووش هذي زبدة مثلا الكاوكاو تشجع الناس على استعمالها وخاصة الناس يبغي نزيده في الوزن فهذه فكرة جميلة جدا اختصارة لأن الزبدة دي الكاوكاو كما كان نقوله إحنا إلا توفرات غتكون أحسن وتكون محلغ لأن كنا المسوسة وكنا اللي فيها السكر فاللي فيها السكر هذا أملود أمريكان نعم أملود أمريكان فشوية